السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم أصدقائي اليوم إن شاء الله الفيديو مهم جدا لكل الأشخاص اللي يسألوني مقيمة حتى تفتح المدارس طبعا يا جماعة نزلت جريدة حوريات التركية إن شاء الله موعد افتتاح المدارس حسب ما صرح وزير التربية التركي متما كم شايفين بالخبر اللي أمامكم وزارة التعليم التركية ووزير التعليم التركي طلع على هاي الصحيفة وأعلن إنه بواحد حزيران اعتبارا من واحد حزيران رح يتم افتتاح المدارس طبعا يا جماعة نحن حاليا نستفيه أسبوعين للإفتتاح يعني شو رح يصير بهدول الأسبوعين طبعا لنهاية الفيديو لتعرفوا شو حيصير بخلال الأسبوعين وأي صفوف رح تدوم بس أبل ما نبلش وأحكيكم أي صفوف لازم تدوم خلال الأسبوعين خلال عفوا اعتبارا من واحد حزيران لا تنسوا تحطونا لايكا على هذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتشاركوا هذا الفيديو مع جميع الأشخاص اللي بهمهم يعرفوا إي ما تفتاح المدارس مشان نتعمل فائدة على الجميع طبعا يا جماعة مثل ما شفتوا بالعنوان أنه بواحد حزيران رح تفتح المدارس إن شاء الله و اللي رح يصير في هذا في واحد حزيران اعتبارا أنه الطلاب اللي رح يداموا هني الطلاب التامن والبكالوريا الثاني عشر اللي هني رح يروحوا على الليسا والامتحانات الثانوية طبعا في منهم رحوا على الجامعات طبعا هذا القرار المرحلة الابتدائية والمرحلة ما قبل الابتدائية يعني الروضة وكمان مرحلة الاعدادي ما حتدخل ضمن هاي المرحل طبعا رح يتم فيه شيء اسمه تلافئ يتم اللي هو تعليم تلافي يعني لأشياء اللي ناقصة و اللي راحت على الطلاب طبعا يا جماعة بالنسبة لموضوع الدوام هلأ فيه شغلتين اللي أحكى عليهم إنه هني الفحصين اللي رح يدخلونهم اللي رح يتم التحضير لإلو اللي هو فحص اليكيسي اللي هو فحص الدخول للجامعات التركية هذا بخص الأتراك طبعا والطلاب طبعا السوريين اللي عم يداموا في المدارس التركية وفحص اليكيسي اللي هو فحص انتقال الطلاب من صف الثامن لصف التاسع للثانوي واللي هو هذا بهم جميع الطلاب السوريين والأتراك طبعا بالنسبة للدوام الدوام حسب ما صرح وزير التربيه إنه رح يكون الدوام يعني مانو إجباري وأيض طبعا هذا الطلاب هني إلهم الأحقي في اختيار أنهم يروحوا أو لا ولكن طبعا إذا بيروحوا بيكون أفضل لهم أما بالنسبة للتلافي إيتم كيف رح يصير عبيقول عبد خطة وزارة التربية أنه لتعمل تلافي لهذا التعليم وتعود النقص اللي صار عنده الطلاب وخصوصا في هدول المرحلتين لأنه هدول أهم مرحلتين في نظام التعليم التركي طبعا هون بلشوا يحكوا أنه شو حيعملوا فعاليات خلال في واحد يحزران أنه ممكن يجتمعوا مع أولياء الأمور مثلا بشكل الأونلاين ومن هاي الأمور طبعا طبعا عبيقولوا أنه ممكن كمان يزغروا حجم الطلاب والمدارس لـ 30% مشان موضوع الأمور اللي صايرة هلا حاليا وآخر شي حكي عنه اللي هو موضوع المدارس الخاصة اللي هو التعليم بأجرى أنه هل ستعاد أنه أجرى للناس اللي عم تعلموا طبعا حسب ما جاءوا أنه حاليا نحن ممكن نفكر بهذا الموضوع ولكن حاليا ما في أي فكرة حول هذا الأمر نظرا لأنه حاليا التعليم عن بعد ما زال قائم مثل ما أنا نزلت لكم بفيديوهات سابقة لقنوات التعليم اللي تم افتتاحها على التلفزيون بإمكانكم كمان تشوفوها على الإنترنت وفي رابط كمان نزلت وجام على تسهيل كمان اللي ما غضر مثلا أن ينزل قنوات أو يشوفها على الإنترنت للدروس أنه يروح على هذا الرابط ويتعلموا أولاده طبعا يا جماعة إذا في عندكم أي سؤال أو تفسار حطوا لي بخانة التعليقات تابعوا صفحتنا على الإنستجرام اسمه تعلم على الماشي في الأمر الثاني بدي أحكي لكم عليه أنه أنا نزلت كتير فيديوهات وأنتم كتير طلبتوا هذا الفيديو فأتمنى أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع جميع أبلياء الأمور لكي تصل الفائد على الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر